عملتها عشان نقدر أحرق ما تزعليش مني بس كان لازم أعمل كذا انتي كان لازم تبقي متأكدة ان انا موتت جد عشان ما تتقزيش ما عشتين يا غدا لكن لكن انت انت كنت انا استرامت جثتك يعني انت لما كنت معايا في العربية كنت كنت عايش طمبا طمبا انا دفلت انك انا مش اترفعم انا مش اترفعم حاجة يعني انت كنت عايش وزبتنا في تكري انك ميت كل ده طب ليه ليه عملت كدا ليه اللي بس موسيقى 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 ايدي 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 عشان خطر محنش كان اسمع بالكده انت كنت بتراقبها ولو كنت حاول تكلمك او وصلك انا هيعرفه موسيقى 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 مين؟ أنت مراطي وحبيبتي مش عايز أسمح الكلام ده أنا مش عايز أسمح الكلام ده مش معد كل اللي عادة تقولي مراطي وحبيبتي ما تقوليش كده أمي اللي قلت إيه؟ ما هو أنت مراطي أنت الحاجة الوحيدة اللي خلتني مستحمل كل اللي فات أنت الحاجة الوحيدة اللي أنا عايشه وشانها لغاية دلوقتي غادة فين دبلت كوزنة؟ أنا قلعتها قلعتها ورمتها من لما بقيت أرملة ما عالشه أنا عارف أن اللي بيحصل ده كله صعب عليك أنك تفهميه مش صعب عليك أنت بس صعب علي أي حد عشان كده أنا بأضطر مش عايز منك أي حد بس أنا بحبك مش عايز منك حاجة بس بلش تجي بيصير لحد اللي إحنا تقابلنا ولا أي حد يعرف أن أنا لسه عايش ترجعي حياتك وتعيش بشكل طبيعي جدا عشان ما حدش نشك فيك كسليم لو سمحت أنا عايزة روح من هنا دلوقتي حالا أنا عايزة روح حالا بسك التليفون ده دي طريقة الوحيدة اللي قدر أوصلك بيها لأن أكيد كل التليفوناتك مترقبة كسليم كسليم عشان خطري حاولي تسامحيني عشان خطري ممكن أمشي حقا رائع تحجي تحجي طبيعي ان تأربية طا عندك حق يا حمزة أنا كمان فكرتك موضوع ان الوزارة مخترقة وفيها حد هو اللي بيساعد سليم انه يهرب حد مين يا فندم ما هو لو في حد فينا ساعد سليم على انه يهرب لازم يكون على اعلى مستوى وإلى ما كانش اكبر عشماء ودكتور السج انهم يساعدوا سليم انه يهرب انا عارف لكن اللي مش عارفه لحد دلوقتي هو مين ده السؤال بالضبط يا فندم اللي كده سليم هيعرف اي حاجة نعملها حتى قبل ما نعملها فيبقى استحالة ان احنا نبض عليها خليكم انطلقين ورا حسن وسبووا لي انا موضوع سليم انا عارف اعمل في ايه غادر كنت فيه لحد دلوقتي ما بتردش على الموبايل ليه كلمتك ايجي ميت مرة عادي ماما كنت حطاها سهل انت عشان كنت في الشغل ولما جيت امشي لقيت العربية عطلان ومش راضية الدور تقومي تتأخر لحد دلوقتي لحد ما روحت البنزينة ولقيت حد يصلحها لي يعني خدت وقت كنت يخد تاكس او على قلي كلمتيني عشان ما يقلقش علي وتقلقي ليه يا ماما هو فيه اي يقلق ايه مالك فيه ايه معلش يا ماما حقك عليها انا تعبانا ومش نعمل من بارح ومحتاج ادخل لنام تصبح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايوه ايوه لحظة واحدة بسات يا رب ايش طيب طيب حل حل انت فواز عبد الرحيم ايوه تعال معنا ربس يا غير يلا تعال معنا هاتو تعال عايز تفاهمني ان لحد الوقت هلاجه لك ولا اتصل بيك؟ يا ساعت بالبيه بالعقل كده سليم ابني مات ودفنته بأيديه دول يبقى هيجي يزورني ازاي؟ بقول لك ايه؟ الفيلم ده تعمله على واحد تاني انا وانت عارفين كويس او ان اسليم لسه عايش يبقى ملوش لازم الشغل ده معايا عايش ازاي؟ ده حكم اعدام ومات الله يرحمه بقول لك عايش ايه؟ انت معندكش الا السؤالة المشروخة دي عتشغلها لي كل شوية اسمع عام الحمد انت راجل كبير وزي ابويا يعني ما انتش حمل بهدلة تعارف كويس اوي ان انا حجيبه حجيبه بيبقى تتكلم وتجيب من الآخره ودلوقتي انا قلت لك كل اللى عندي سليم مات هم يعني قالك ما اعرفش حاجه هم كنت متوقع كدة طب اقولك ايه؟ حالته الصحية عامل ايه؟ طب خلاص سيب ويمشي ايوه يروح مش هتعرف تطلع منه بحاجة اكتر من كده بس بقولك ايه؟ يفضل تحت المرابع 24 ساعة لو سليم حاول يروح له او يتصل بيه اعرف على طول ماشي دخل الحاجة جوة جبتلك كل اللي طلبت طيب تمام بس انا مش هبدأ شغلة دلوتي عايز الحق حسن حمزة زبانه بيدور عليه هتعمل معا ايه؟ هشوف ولي يا سليم تانيوه تعمل ايه مع حمزة بالزبط؟ لو واحد قتلت ابنك هتعمل معا ايه؟ ماشي حقك بس ما دخلوش يلهيك عن اللي احنا بنعمله احنا دخلين عليها سليم هعمل من حمزة ومن كل اللي وراه وما تنساش كمان انه هو الوحيد اللي عارف يؤبض عليك قبل كده عشان كده مش اخليه يهده ويفكر اخليه يفضل يلف حوالي نفسه لغاية لما يدوخ ويوقع بساعتها يمنوع ده متحاسب مش اتأخر عليك موسيقى 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 يعني تاني جرائيا حمزة انت مسمعتش الدكتور قالك ايه ولا فيه ايه ما حكايتك ايه اطلب لي اهو اهوة ايه يا عم اصطوب حفطر الاول استنى اطلب لك فطار اطلب لي اهوة بس يا باق حسن دكتور السجن تلع ان ليه اتنين قرايب وساكنين في القاهرة وطبعا اكيد هو مستخبي عند واحد منهم جبتلكوا العنون بتاعتهم اهم انت واحد وانا واحد اه دلبينا دودو برضو مش هتقوليلي ايه اللي حصل انبارح واخرك كده ما انا قلتلك انه عربيتي كانت عطلانة غدا يا حبيبتي انت عمرك في حياتك ما كدبتي عليا حتى وانت صغيرة هتكدبي دلوقتي مش هكدب عليك وهقولك ايه اللي اخرني انا كنت مبارح مع سليم سليم ازاي وليه تاني تاني سليم وليه ما قلتليش من مبارح عشان كل اللي انت بتعمليه ده عشان انا مش حملة زنة وضغط واجع قلبي اكتر من اللي انا فيه طب فاهميني انت ناوية على ايه عملتي معاه ايه ما عملتش حاجة ومش ناوية على حاجة وزي ما قلتلك قبل كده انا وسليم خلاص ما بقاش فيه اي حاجة ما بيننا ينفع دلوقتي اروح شغلي شغلي ايه اللي هتروحيه انت مش هتخرجي بالبيت انا لازم اروح ولازم اتصرف عادي وكأنه ما فيش اي حاجة عشان ما حدش يشك شايف بقى الهانة اللي بنتك فيه غدا استني هنا غدا قلتلك قبل كده ما عرفش عنه حاجة وبعدين انا وحاسن اصلا ما بنتكلمش كتير هم يعني انت ولا دعم ولا بتتكلمه ولا تعرفه عن بعض حاجة ايوه ما عرفش عنه حاجة هم وانا بقى المفروض اصدق الكلام ده مش كده تصدق ولا ما تصدقش عاملك ايه انا تعمل لي ايه انا اقولك تعمل لي ايه يا حبيبي بص بقى عشان انا ما عنديش وقت وخلقي اصلا دايق حاسن قريبك ده وهتهرب وهيتجاب يعني هيتجاب تمام تقول لي هو راح فين يا ام القاسة من عازم امبرا ايه يا ابو ماريم مفيش مفيش حاجة مفيش اه احنا اقس فين واضح ان احنا ازعاجنا المداني ماشي بصنعة اطافة كده خوش عتزر لعب الشيكل ولا هننص ساعة راح مشوار وكهي تاني يلا مشوار ايه 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 هنروح فيه يلا يا ابو ماريم مفيش 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 اشتركوا في القناة 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 تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت اشتركوا في القناة 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 حمزة جايبه وجايبه على هنا دلوقتي عظيم لو عرفتوا تخلوه يتكلم هتعرفوا منه كل اللي انتوا عايزينه ما ظنش انه هتكلم بسهولة اللي خليه ساعد سليم ممكن يخليه ما يتكلمش والله يا باشا هقولك ايه بس شغلتنا دي ما فيهاش اي حاجة سهلة ابدا انا عطلتك بها في الكفاية حستأذن انا يا صبر باشا انت تنور في اي وقت على عالي نستغل الخبراتك دي يا باشا العاف لو حضرتك عزت اي حاجة يتكلمني في اي وقت ان شاء الله سلام عليهم مع الف سلام حاجي فواز انت سايب الباب مفتوح انت نمت ولا ايه ادخل يا نهر بيط حاجي فواز حاجي فواز يا نهر بيط المترجم للأسعاف حمزة مسك دكتور السجنة تأكد؟ شفته هو بيقبض عليه وزمانه دلوقتي واخته على الوزارة عشان يحقق معه شفته قرأت كلم؟ اكيد اهتكلم